هناك أمر يسير يغفل عنه كثير من الناس هو يسير والعاملون به قلة ما هو؟ هو قراءة سورة تبارك في كل ليلة مما ينجي من عذاب القبر أن يقرأ المؤمن سورة تبارك في كل ليلة وقراءة سورة تبارك في كل ليلة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك وسورة الملك سورة تبارك منجية من عذاب القبر جاء عن ابن مسعود مرفوعا سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر رواه أبو الشيخ وحسنه الألباني وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ سورة تبارك في كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر رواه النساء وحسنه الألباني والله يا إخوة لو كنا نعقل لحرصنا على حفظ سورة تبارك وعلى قراءتها في كل ليلة سبحان الله ثلاثون آية ربما نقرأها في خمس دقائق وإن أبطأنا إلى سبع دقائق وربما قرأها بعضنا في أقل من خمس دقائق لو حرصنا على أن نقرأها كل ليلة كنا محسن